يشبه أليكس بانايان النجاح بمضعم فاخر ومشهور يرغب الجميع في دخوله وله ثلاثة أبواب الباب الأول هو المدخل الرئيسي وتكون طوابير الانتظار لهذا الباب مزدحمة وتتحرك ببطء الباب الثاني محجوز حصرا للأثرياء والمشاهير وغير متاح للأشخاص العاديين أما الباب الثالث فهو الخيار الأخير الباب الذي يسمح للأفراد العاديين بتحقيق إنجازات استثنائية عن طريق تجاوز الطوابير واستغلال الفرص المخفية والتفكير خارج الصندوق هذا الباب يكون مخفيا ولا يمكن اكتشافه إلا إذا أرشدك أحدهم إليه وفتحه لك في منتصف دراسته كطالب في الطب فقد أليكس شغفه في السعي لتحقيق حلمه بأن يصبح طبيبا وبدأ يتساءل عما فعله الأشخاص الناجحون عندما كانوا في نفس المرحلة من الحياة شبابا غير خبراء وبدون خطة ثابتة لمسارح حياتهم المهني من أين حصلوا على الإلهام وما الذي سمح لهم بتجاوز زملائهم ليصبحوا استثنائيين لكي يكتشف الإجابة على هذا السؤال قرر التخلي عن دراسته والسعي نحو هدف غير منطقي وطموح جدا هدفه كان الحصول على مقابلات مع بعض أشهر وأنجح الأشخاص في العالم واستخلاص الأفكار منهم والحقائق حول كيفية وصولهم إلى النجاح وقد جمع كل هذا في كتابه الباب الثالث لكل شخص قابله قصصه ورؤاه الخاصة لكن رسائلهم الأساسية كانت تتداخل وتتقاطع في الكثير من الأحيان في هذا الملخص سنتناول بعض المواضيع التي تكررت في تلك المقابلات مثل كن مثابرا اجعل الرغبة الداخلية مصدرا للقوة اعرف مجالك جيدا وغير ذلك الكثير وسنعرف دروسا قيمة من بعض من حاورهم أليكس أو استفاد منهم الدروس كورن بافيت ستيفن سبيلبرغ تيم فارس المخترع دين كامين والملاكم سوغاراي والإعلامي لاري كينغ وغيرهم اعمل بجد اليوم لتحصد الثمار غدا أكد العديد من ضيوف بنايا على أهمية العمل الجد الإضافي في بداية حياتك المهنية مؤكدين أن المكاسب طويلة الأمد التي ستحققها تستحق الجهد والتضحية بالراحة قصيرة الأجل المدير التنفيذي في شركة مايكروسوفت تشيلو جعل هذا حجر الزاوية في حياته المهنية تشيلو كن منضبطاً طلب بنايا من المهندس تشيلو الذي نشأ في فقر شديد في الصين الريفية وتمكن بعدها من تولي مناصب تنفيذية في ياهو ومايكروسوفت وشركات تكنولوجيا أخرى أن يشاركه كيف تمكن من تحقيق ذلك أوضح تشيلو أن سر نجاحه يكمن في الإنضباط الشديد والتضحية بالراحة الفورية من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل كان يتبع جدولاً صارماً يشمل جري خمسة أميال كل صباح وتناول وجبات صغيرة من الفواكه والخضر والعمل ثمانية عشر ساعة يومياً ستة أيام في الأسبوع كما أنه قام بتدريب نفسه على النوم لمدة أربع ساعات فقط مما منحه على مدار العام شهرين إضافيين من الوقت بالمقارنة مع الأشخاص الذين ينامون ثماني ساعات يمكنه فيهما تعلم مهارات جديدة والعمل على بعض المشاريع وقال إن انضباطه سمح له بالحصول على المزيد من الفائدة من يومه أكثر من غيره وبالتالي كان أكثر استعداداً للاستفادة من الفرص عندما تتاح له فمثلاً عندما كان طالباً سأله أستاذ إذا كان قد قام بأي بحوث حول موضوع معين وكان تشيلو قادراً على الرد بأنه كتب بالفعل خمسة أوراق بحثية حول ذلك أبهر الأستاذ بهذا الأمر وساعد تشيلو في التقدم إلى كارنيجي ميلون مما سمح له بالانتقال إلى أمريكا وبدء حياته المهنية ملاحظة ليس من السهل اعتماد عادات صعبة وصارمة مثل تلك التي عاش بها تشيلو في كتاب العادات الذرية يشير جيمس كلير إلى أنه إذا رأيت عاداتك كجزء من هويتك فمن المرجح أن تلتزم بها بشكل أفضل يقترح كلير أنه لتبني روتين جديد بنجاح يجب أن تتصور النسخة المثالية من نفسك التي ترغب في أن تكونها حيث ستتحفز للتصرف بالطريقة التي تنسجم مع تلك النسخة المثالية هذه النصيحة متوافقة مع طريقة تعامل تشي مع حياته كانت أهدافه تعكس رغبته في الهروب من الفقر وهذا الشعور أعطاه الدافع لاعتماد عادات صعبة والتمسك بها تصوره لنفسه كشخص ناجح ساعده على الالتزام بالعادات التي ساعدته على التميز وأدت به إلى النجاح ستجد في مربع الوصف ملخص كتاب العادات الذرية لجيمس كلير كوينزي جونز ركز على الرحلة وليس الوجهة النهائية حوار بنايان مع المنتج كوينزي جونز علمه طريقة صحية للتعافي على الصعيد العقلي والعاطفي من الأخطاء والتحديات أوضح جونز أن الجانب المهم في صعيك نحو النجاح هو رحلتك ذاتها وليس النتيجة النهائية إذا اعتمدت هذا النهج في حياتك المهنية سترى الأخطاء كخطوة في الطريق بدلا من نقطة نهاية فيجب أن تركز على التطور والجهد المبذول وليس فقط على النتائج عندما تتقبل الأخطاء كجزء من العملية ستتوقف عن الخوف من ارتكابها وهذا يساعدك على الحفاظ على الدافعية لتجاوز الأوقات الصعبة إذا كنت تخاف من القيام بأخطاء فلن تتحدى نفسك وبالتالي ستكون إنجازاتك محدودة جونز ليس الشخص الوحيد الذي ينصح بالتركيز على النمو والجهد بدلا من التركيز على النتائج وهذا النهج يمكن أن يؤثر على كيفية العمل نحو أي هدف يوصي كذلك وليام إيرفين في كتابه دليل لحياة جيدة بالتركيز على الجهود الشخصية التي يمكنك التحكم فيها بينما مثلا لا يمكنك التحكم الكامل في النتائج عندما يكون لديك تعامل مع الآخرين الذين يتصرفون بضرق مختلفة عندما تتبنى هذه العقلية يمكنك تقلل خوفك من الأخطاء لأنك ترى أنها جزء من جهودك ومسارك وأنها لا تحول دون استمرارك في رحلتك ولن تتوقف بسبب ارتكاب خطأ بدلا من ذلك ستدرك أنه عندما ترتكب خطأ سيعلمك كيفية القيام بالأمور بشكل أفضل حتى تتمكن من السيطرة أكثر على جهودك وعملية تحقيق أهدافك في كتاب Principles يأخذ رايداليو هذه الفكرة إلى مستوى أعمق من خلال تعريف الأخطاء بأنها طريقة لإرشادنا إلى ضرورة الاستمرار في التعلم ويختصر العلاقة بين الأخطاء والتقدم بالمعادلة الألم زائد التفكر يساوي التقدم هذا النهج يركز مرة أخرى على التقدم بدلا من النتائج ويشجع على التفكر وهو تماما الدرس الذي استخلصه بنايا من تجربته في كتابة كتابه إن الأخطاء توافر فرصا للتفكر والتعلم كن مثابرا لكتابة كتابه كان بنايا يحتاج إلى الثبات والمثابرة في تعقب الشخصيات الشهيرة ومحاولة مقابلتهم على مدى عدة سنوات واحد من الدروس التي تعلمها من هذه العملية هي أنه على الرغم من أن الكثير من الكتب تشجع على الصمود والمثابرة المستمرة فمن الممكن أن تصبح المثابرة مفرطة حيث في بعض الحالات قام البعض بوضعه على القائمة السوداء أو كادوا أن يفعلوا ذلك لأن إصراره تجاوز الخط الفاصل بين المتابعة والتحرش تعلم بنايا أهمية معرفة متى تتراجع وأنه يجب أن تبقى مهنيا وتدرك عندما تتجاوز الحدود دين كامين جرب العديد من الحلول ولكن بشكل استراتيجي دين كامين هو مخترع سكوتر السيغوي والعديد من الأشياء الأخرى لديه أكثر من أربعمائة براءة اختراع وهو عضو في قاعة المشاهر الأمريكية للمخترعين تعلم منه الكاتب كيفية تجريبة العديد من الحلول بطريقة استراتيجية وذلك لتحقيق الفعالية والنجاح في ابتكاراته كونه مخترعاً كان عليه المثابرة باستمرار حيث كان عليه دائماً محاولة ابتكار شيء ما أشياء عديدة فشلت حتى يفعلها آخر الأمر ابتكر استعارة توحي بالثبات وهو تقبيل الضفادع استوحى هذا المصطلح من القصة المشهورة الأميرة والظفدة حيث يصف عقلية تتمثل في تقبيل الضفادع الحلول المحتملة لمشكلتك حتى يظهر أحدها كأمير أي الحل الصحيح الذي تبحث عنه بمعنى آخر يعبر هذا المصطلح عن الاستعداد لتجربة العديد من الأفكار والحلول المختلفة حتى تجد ما يناسبك ويحل مشكلتك أولاً اسأل نفسك إذا كان هدفك ممكناً حقاً هل يتعارض مع قانون فيزياء؟ هل هناك عيب أساسي في فكرة منتجك؟ هل تقدم خدمة تحل مشكلة لا يهتم بها أحد؟ فحص فكرتك من حيث الجدوى سيمنعك من إضاعات الوقت في متابعة حل لا يمكن تطبيقه بشكل أساسي ثانياً قم بتصنيف الضفادع أي الأفكار إلى فئات بحيث بدلاً من أن تقوم عشوائياً بتقبيل كل ضفدع يمكنك تحديد ما إذا كان نوع معين غير قابل للتطبيق وهذا سيوفر لك الوقت فعندما تقوم بتصنيف الأفكار والحلول المحتملة يمكنك التركيز على تلك التي تظهر إمكانية نجاح أكبر وتجاهل التي تظهر عدم جدوى أو فشل محتمل أخيراً إذا كنت تواجه صعوبة في إيجاد الضفدع المناسب قم بإعادة التفكير في الأسئلة التي تطرحها إذا اقتربت من مشكلتك من اتجاه جديد قد يظهر الحل فعندما تغير زاوية النظر وتبدأ في النظر إلى الأمور بطريقة مختلفة قد تتوصل إلى رؤى جديدة وتكشف حلولاً مناسبة نشأ راي ليونارد في فقر وراء الملاكمة كوسيلة لتحسين حياته لكنه كان أصغر حجماً وأقل خبرة من العديد من الأطفال في حيه لذلك قرر أن يكون أكثر انضباطاً وتصميماً منهم لكي يطور ميزة يتفوق بها عليهم التصميم الذي طوره في طفولته استمر معه حتى الكبر وروا كيف تعلم أن يستغل خزاناً خفياً من القوة للتغلب على المعارك الصعبة كان هذا الخزان رغبة داخلية والتي دفعته قدماً حتى عندما كانت الظروف ضده كان هذا الخزان يحفزه للثبات والمصابرة قد يطلق كذلك على هذا الخزان الخفي اسم الإرادة وهو ما يعرفه راين هوليدي في كتابه العقبة هي الطريق على أنه قوة داخلية تدفعنا للتغلب على الصعوبات ويقول أن الإرادة ليست مجرد رغبة شديدة في شيء ما بل تتضمن أيضاً مرونة نفسية وهي صفات تدوم أطول من مجرد الرغبة هذه هي الصفات التي دفعت راي لمواجهة التحديات التي واجهها في طفولته ولاحقاً كملاكم محترف أثبت مصداقيتك اختار بنيان بشكل متعمد مقابلة أشخاص قد بدأوا حياتهم المهنية كمجهولين الذين واجهوا نقصاً في المصداقية وإثبات أنفسهم أثناء محاولتهم لتأسيس وبناء صمعتهم واستعرض العديد من المتحدثين الذين قابلهم نصائح حول كيفية إقناع الآخرين بالاستثمار فيك قبل أن تحقق سجلاً مليئاً بالإنجازات تيم فاريس اقترض المصداقية تيم فاريس رائد الأعمال ومؤلف الكتاب الناجح العمل أربع ساعات في الأسبوع أخبر بناياً بأن الطريقة الفعالة لكسب سمعة الجيدة في بدايتك هي استعارتها من مصدر أكثر مصداقية لتحقيق ذلك يمكنك التطوع للعمل في منظمات غير ربحية ذات مصداقية أو الكتابة لمواقع أو نشريات معتارف بها من خلال ذلك يمكنك ربط اسمك بخبراتهم ستكون لديك مصداقية أكبر عندما تتواصل مع شريك تجاري محتمل وتذكر مثلاً أنك منسق مشروع في منظمات معروفة أو تمت الإشارة إليك في موقع موثوق به وليس فقط كونك خريجاً حديثاً من الجامعة عندما كان بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يحاول إتمام صفقة مع شركة IBM في عام 1980 واجه مشكلة في المصداقية كانت IBM هي أكبر شركة تكنولوجيا في العالم في ذلك الوقت كان جيتس يبدو شاباً كرئيس لشركة ناشئة لم تثبت نجاحها بعد كان عليه أن يقنع المسؤولين في IBM بأنه لاعب جدي في المجال ويمكن الوثوق به لتحقيق ذلك دخل الاجتماع مستعداً بالمعرفة ليس فقط حول منتجه ولكن أيضاً حول شركة IBM نفسها وتاريخها ومجال عملها نجح جيتس في إقناع المسؤولين من خلال معرفته منتجه أغرقهم بإجابات تقنية ومفصلة على الأسئلة التي طرحوها من خلال مناقشة جوانب عميقة للبرمجة والبرمجيات جعلهم يعرفون أن معرفته تفوق مظهره الشاب أقنعهم كذلك من خلال معرفته الجيدة بهم أي بالعميل المحتمل حيث استفاد من معرفته برغبات ومخاوف IBM كان يعلم أنهم يهتمون بالسرعة لذلك ركز على قدرة شركته على توصيل المنتج بسرعة وعلم كذلك أنهم يخشون التعرض للدعاوى القانونية واستغل هذه المعرفة للحفاظ على سرية شفرة المصدر لمنتجه أشار إلى أنه إذا قدم لهم الشفرة وتسربت فإنهم سيتحملون مسؤولية خسائر مالية هائلة اتبع طريقك الخاص أحد الدروس التي تكررت في رحلة بنايا هو أنه حتى إذا قمت بتقليد كل ما فعله شخص آخر فلا يمكنك أن تتوقع تحقيق نفس نجاحه وذلك لأن ما يعمل لشخص ما لن يعمل بنفس الطريقة لآخر حيث تتداخل عوامل وتفاصيل مختلفة تمنعه من اتباع مصار الآخرين بالكامل بدلا من ذلك يجب عليك أن تكتشف المسار الذي سيقودك إلى النجاح الفريد الذي يناسبك لا تقلد أسلوب شخص آخر أخبر الإعلامي الأسطوري لاري كينغ بنايا أن السر في الحصول على مقابلات وحوارات جيدة مع الأشخاص يكمن في أن تكون نفسك وأن لا تقلد أسلوب الآخرين فما يجعل شخص آخر ناجحا قد لا يكون مناسبا لك لأن أسلوب كل شخص يعكس طريقته الفريدة والفردية في رؤية العالم على سبيل المثل تحمس عاطفة أوبرا قد لا يناسب باربارا وورتز التي يناسبها أكثر التأني والإستراتيجية وارن بافيت انتبه إلى ما يتجاهله الآخرون على الرغم من عدم قدرة بنايا على إجراء مقابلات خاصة مع المستثمر الأسطوري وارن بافيت إلا أنه استفاد من قراءة العديد من الكتب عنه وتمكن من طرح بعض الأسئلة عليه خلال اجتماع المساهمين أحد الأفكار الرئيسية التي استخلصها بنايا من حكمة بافيت هي أهمية إلى الاهتمام للتفاصيل التي يتجاهلها الآخرون يرى بنايا أن جزءا من نجاح بافيت يعود إلى عاداته في قراءة الهوامش والتركيز على التفاصيل التي يغفلها الآخرون ويشدد على أن قراءة الهوامش تلخص نهج بافيت في الحياة بشكل عام حيث تتطلب منك بذل مزيد من الجهد والتنقيب بعمق أكبر من الآخرين حيث يعتبر البعض هذه المهمة المملة هي من أسرار النجاح إذ تفتح آفاقا مجهولة يغفلها الآخرون عندما التقى بانايا بستيفوزنياك المؤسس المشارك لشركة أبل اكتشف أنه لا يتماشى مع النمط الشائع لشخص النجاح بالنسبة له النجاح لا يقاس بالقوة والشهر والثروة كما يعتقد الكثيرون بل يقاس بمدى توافق أفعاله مع قيمه الشخصية وكيفية تحقيق السعادة الشخصية أكد أن المجتمع يتوقع من الأشخاص أن يسعوا وراء السلطة والمال ولكنه قرر في مرحلة مبكرة من حياته المهنية أن هذه الأهداف لن تجعله سعيدا بدلا من ذلك وضع هدفين لنفسه ابتكار شيء يفيد العالم من خلال الهندسة وأن يعيش حياته على حسب قوانينه الخاصة بعبارة أخرى أن يفعل ما يرغب فيه بدلا من ما يتوقعه المجتمع لتحقيق تلك الأهداف عاش وفقا لقيامه الشخصية رفض مناصب تنفيذية في شركة أبل مختارا بدلا من ذلك أن يبقى مهندسا وهو دور جعله أكثر سعادة حسبه في أحد الأيام اكتشف أن جوبز رفض منح بعض العاملين الأوائل في شركة أبل خيارات الأسهم قبل الطرح العام للشركة قام بتصحيح هذا عن طريق منحهم بعضا من أسهمه الخاصة هذه الأسهم التي كان يمكنه أن يحتفظ بها لنفسه حققت ملايين من الدولارات فيما بعد توني سيا كن صادقا مع نفسك حول دوافعك توني مؤسس متجر الملابس عبر الأنترنت زابوس ومؤلف الكتاب الناجح تقديم الساعدة كان لديه رؤى حول القيم أدهشت بنايا أشار إلى أهمية الاعتراف بدوافعك الحقيقية لإكمال مشروع ما حتى ولو كانت تلك الدوافع تشمل الغرور يرى أنه في حين يمكن أن يكون الغرور ضرا إلى أنه يمكن أن يكون جزءا من دوافعك طالما ليس هو دافعك الأول أو الوحيد قد تكون الرغبة في الاعتراف أو الحصول على سمعة تأتي مع النجاح هي رغبة بشرية طبيعية وبدلا من إنكار أن مثل هذه الأشياء مهمة لك يجب عليك أن تقبل أنها يمكن أن تتواجد بجانب قيم أخرى أكثر قيمة مثل الرغبة في مساعدة الآخرين في كتابه الأنا هو العدو يقول راين هولدي أن الغرور أو الأنانية يمكن أن تحول دون تحقيق أحلامك عندما تجعلك تعتقد أنك أفضل من الآخرين أو تستحق النجاح بشكل أكبر وهي معتقدات ستجعلك تتصرف بشكل سيء وتتخذ قرارات سيئة أطلب المساعدة عند السعي للحصول على التمويل لكتابه شارك الكاتف في برنامج تلفزيوني أمريكي للمسابقات لم تكن لديه معرفة جيدة به ولم يكن مستعداً لكن من خلال طلب مساعدة الجمهور ورأيه في كل مرة وبفضل ذلك توصل إلى الإجابات الصحيحة وفاز في المسابقة هذه التجربة علمته أن الناس في العموم يكونون سعداء بتقديم المساعدة أحد الطرق الأخرى لطلب المساعدة والتي اكتشفها الكاتب مراراً وتكراراً في مقابلاته هي توفير اتصال شخصي داخل مجال معين وجد أن وجود اتصال داخلي هو واحد من أكثر الطرق فعالية للتقدم في مسيرتك المهنية حيث يمكن لهذا الشخص أن يمنحك فرصاً وإمكانيات لا يمكنك الحصول عليها بطريقة أخرى رجل الأعمال إليوت بيسنو وصانع الأفلام ستيفن سبيلبرغ قد أدرك أهمية العثور على اتصال داخلي في مجاليهما إليوت بيسنو إبحاث عن مرشد رجل الأعمال إليوت بيسنو علم الكاتب أن أحد أفضل الطرق للحصول على المساعدة هو العثور على مرشد والمرشد هو شخص محترف ذو خبرة يتمتع بمكانة عالية في مجال معين إنه لا يعرفك بشبكة من الاتصالات المفيدة التي يمكن أن تعزز مسيرتك المهنية فحسب بل أيضاً يقدم لك نصائحاً ويساعدك في التعامل مع قرارات صعبة أثناء تأسيس نفسك يثير جاك كانفيلد في كتاب مبادئ النجاح إلى أننا غالباً ما نبحث غريزياً عن المشورة من الأصدقاء والعائلة لكن هؤلاء الأشخاص قد لا يكونون قادرين على الإجابة على أسئلتنا بشكل فعال في مجال ما لذا يصيب أن نسعى للعثور على مرشدين مناسبين يجب علينا البحث بنشاط عن أشخاص في مجالنا الذين يمتلكون المهارات والخبرة التي نحتاجها وأن نطلب منهم التحدث معنا ولو لبضع دقائق كل شهر لمناقشة أسئلة مهنية يشير الكاتب إلى أن ستيفن سبيلبرغ المخرج الحائز على جوائز عديدة يمكن أن يربط نجاحه باتصال داخلي في الوسط السينمائي وضع أسسه في بداية مسيرته المهنية عندما كان سبيلبرغ يجول في مجمع ستيديوهات يونوفيرسل التقى بشاك سيلفرز الذي كان يعمل في الستوديو أعطاه تصريحاً يسمح له بالدخول إلى المجمع وبعد ذلك قدم له نصائح ثمينة أوصاه مثلاً بأن يقوم بصنع فيلم قصير ثم عرضه سيلفرز على نائب رئيس الإنتاج ومن هنا بدأت مسيرة سبيلبرغ بتوقيع عقد مع ستيديوهات يونوفيرسل لمدة سبعي السنوات أخيراً أود أن أضيف ملاحظة صغيرة يقول الكاتب والفيلسوف ناسيم طالب إنه لا توجد في الحقيقة أسرار كل شخص في المقابلات موهوب بالتأكيد وماهر وعمل بجد ولكن كل واحد منهم وصل إلى مكانه بسبب حدث شاذ وضعه على طريق النجاح وإذا حدث هذا لشخص آخر موهوب وماهر ويعمل بجد لكان هذا الشخص قد حقق النجاح بدلاً منه يشير إلى أن سبيلبرغ كان موهوباً بلا شك وأنه لو لا هذه الموهبة لم حقق النجاح لكن ما لا يمكن إنكاره هو وجود العديد من المخرجين المبتدئين الموهوبون أيضاً وما جعل سبيلبرغ على مسار النجاح ربما هو هذا الاتصال الداخلي في بداية مسيرته المهنية في كتاب مخدوب العشوائية يقدم ناسيم نيكولاس طالب حجة تفصل بين النجاح المعتدل الذي يحققه معظم الأشخاص من خلال العمل الجد والموهبة والنجاح الهائل مثل نجاح سبيلبرغ والذي يعزوه إلى الحظ وفقاً له النجاح الهائل ينجم دائماً عن حدث أو ظرف تضع شخصاً ما على مسار النجاح ما رأيك أنت صديقي؟ أخبرنا في التعليقات كنت معكم أنا سعيد ويلد محمد من قناة أوريوتاب أرجو لكم جميعاً التوفيق ودمتم رائعين ترجمة نانسي قنقر